اشتركوا في القناة قبل باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس رغم الاصابة خطوة مميزة من تيسودالي تجاه رقراقي ولاعب الاسود قررت دولي المغربي طارق تيسودالي مهاجم فرق جينة البلجيك لكرة القدم مفاجأة وليد رقراقي مدرب المنتخب الوطني المغربي ولاعب الاسود خلال المواجهات الودي امام تشيلي يوم الجمعة ونشرت السودالي عبر حساب رسمي بمواقع التواصل الاجتماع انستغرام صورة وهو يتابع المواجهة من المدرجات لمستندة الاسود قبل نهائية كأس العالم قطر 2022 وتفعلت الجماهر المغربية بشكل كبير مع الصورة كما تمنت له الشفاء العاجل للعودة الى الملعب ومن المقرر ان يغيبت السودالي عن مونديا القطر بالسبب الاصابة القوية التي تعرض لها وستبعده عن الملعب لفترة طويلة تجدر الاشارة الى ان المنتخبة الوطنية المغربية قد حقق الفوز يوم الجمعة امام تشيلي بنتجة هدفين دون رد من توقيع السوفيان بوفال من ضربة جزاء عبد الحميد صبيري اول تعليق لرونار على اللاعب المنتخب المغربي والريقراقي بعد الفوز على تشيلي قدم مدرب المنتخب السعودي الفرنسي هيرف رونار شهادة جميلة بحق المدرب المغربي والريقراقي متوقعا تألق المنتخب المغربي في قطر واوصل مدرب السابق للمنتخب المغربي لكرة القدم باستدعاء المحترف المغربي في الدورة السعودي عبد الرزاق حمد الله وقال هيرف رونار ادهشني اداء المنتخب المغربي امام تشيلي واضف ولد رونار مدرب اللامع ويمكنه الوصول الى ربع نهائي المونديال ونصح رونار المدرب رونار باستدعاء حمد الله وقال هيرف رونار في هذا الصدد فجوة الفريق هي قلب الهجوم وكان حمد الله قد برر مغادرته لمعسكر المنتخب المغربي في يونيو من عام 2019 بسبب ما قال انها اهانة تعرض لها من طرف رونار واستبعد رونار حمد الله عن تشكيل المنتخب المغربي التي شاركت في نهائية كأس امم افريقية التي نظمت في مصر ولم يضم وقت طويل على مغادرة حمد الله للمنتخب حتى اعلن رونار استقالته من تدريب الاسود مباشرة بعد اقساء المغرب امام البنين في ربع نهائي كأس افريقيا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تساعد وليد راقراجي بمهمة جديدة اوكلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مهمة الى سيمون جينغاز عضو الادارة التقنية الوطنية بمتابعة مباراة بلجيكا ضد منتخب الويلززا يوم الخميس ضمن منافسة الجولة الخامسة من دور الامم الاوروبية وكشفت ذات المصادر ان سيمون جينز سيقضي اسبوعا باوروبا لمتابعة منافسة المنتخب الوطني بمونديا القطر من اجل اعداد تقارير عنهم لاستغلالها من طرف الناخب الوطني وليد راقراجي ويتابع سيمون جينغاز عضو الادارة التقنية الوطنية مباراة هولندا ضد بلجيكا بامستردام ضمن منافسة الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعة لدور الامم الاوروبية يشار الى ان الانجليزي سيمون جينغاز يعد الوحيد الذي حفظ على منصبه بالادارة التقنية الوطنية من عهد الويلزي روبرت سورشن الفيفا يستعد لمكافأة الاصود بعد الفوز على تشيلي من المنتظر ان يقفز المنتخب الوطني لكرة القدم الى بعض المراكز المتقدمة من التصنيف الدولي للعب ذاتها والذي يصدره الفيفا كل شهر وبعد فوز الاصود على تشيلي في اطار الاهدادية يوم الجمعات الماضي ببرشلون الاسبانيا فمن المتوقع ان يربح المنتخب الوطني مراكز نحو الامام مقابل تراجع مرتقب للشيلي في صبورة ترتيب الفيفا ويحتل حاليا الاصود المركز الثالث والعشرون عالميا وسيكون امام الزملاء اشرف حكيم فرصة لحصد نقاط اكتار في مباراة التوقف الدولي والزحف نحو افضل عشرون منتخبا في العالم في المباراة التي ستجمعهم يوم الثلاثة بمنتخب البراغواي موسلسل مشاكل المغربي عبدالرزاق حمد الله لعب نادي الاتحاد يتفقم ويستمر الغياب لم يحسم الى حدود الساعة مصير الدولة المغربي عبدالرزاق حمد الله لعب نادي الاتحاد في المشاركة في الكلاسيكو امام النصر لحساب الجولة الخامسة من دور روشنا السعودي للمحترفين لكرة القدم وتوقع الخبير القانوني السعودي احمد الامير رد الاتحاد السعودي لكرة القدم على قرار مركز التحكم الرياضي السعودي في قضية حمد الله والاتحاد ضد النصر حيث سيكون اتحاد كرة القدم في وضع محتكم ضده وضح الامير واضح الامير عبر حساب الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر انه لا يمكن لأي جهة ادارية مستقلة ان تقبل تجاهل قراراتها وانظمتها القانونية فما بالك باتحاد كرة قدم مستقل اداريا وقانونيا لذلك مختص قانوني لا اتوقع ان يقبل الاتحاد السعودي ادخاله كطرف من مركز التحكم بعد ان تم تجاهله تماما باخطاء اجرائية من بداية الاستئناف وواصل الخبير القانوني ربما في حال عدم دخول اتحاد القدم كمحتكم ضده قد تتحرك ادارة النصر لتقديم طعن ضد قرار تعليق عقوبة حمد الله وهو ما سيمنح اصفر رياض النقاط الثلاث قبل خوض الكلاسيكو المقرر له في الثاني من اكتوبر المقبل يشار الى ان اللجنة الاخلاقية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قررت سابقا اقاف حمد الله مهاجم اتحاد جد لاربعة اشهر مع تغرمه 300 الف ريال سعودي على خلفية تسريبات صوتية سابقة قبل ان يتم تعليق اقاف الدولة المغربية موندر الكبير يحرم المداربين المغاربة من امتياز هام ابقى تونسي موندر الكبير بتعقده مع الرجاء البيضاوي للاشتراف على الفريق خلفا لمواطن فوز البنزارتي الذي تنحى من منصبه سريعا ابقى التوازن حاضرا وقائما بمسابقة الدورة المغربية بين عدد المداربين الاجانب والمغاربة وظلت الامور كما هي حيث يتواجد بالدورة المغربي الان تمانية مداربين محليين ومثله من الاجانب وتمثل تونس ثلاث مداربين يقودون فرق الرجاء والجديدة وخريبغا بجانب مدارب جزائري وهو عبد الحقبون شيخا الذي يقود فريق نهضة بركان والمصري طارق مصطفى مدارب اولمبيك اسفي والبرازيلي باكيتا مدارب اقادير والفرنسي دا كروز مع الجيش ويتواجد بالدورة تمانية مداربين محليين مع باقي الفرق في مقدمة ملحسين عموتا مع الوداد والزاكباد مع التحى الطنجة وطريق اسكتيوي مع التحى التوارغ الصاعد هذا الموسم لدور الكبار ولأول مرة عبر تاريخها يشرف ثلاث مداربين من نفس البلد العربي على الرجاء خلال فترة قصيرة لم تتجاوز موسمين فقط استهلها مع السعد الشابي الذي قاده لتنائية كأس محمد السادس وكأس الكوفيدرالياء مرورا بالبنزارتية الذي لم يكن من شهرين فقط بمواصبها ثم منديل الكبير مدارب نصر قرطاش سابقا اشتركوا في القناة